نحن 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 عوشة نحن لذلك للغاية سنقوم بمسطرة هذه النقطة A صورة F لأ رسم دالة نخدم دالة تكبر بحركة و هنا عندها نقطة B الصورة دالة هي F B إذن F لأ B ناقص F لأ على B ناقص A اللي عندنا هنا لا أكتبتها ولكن نقدرنا نكتب هذه المتساوية بطريقة أخرى هي هي أنه يوجد عدد C ينتمي إلى المجال A B بحيث F' لس يساوي F لB ناقص F لأ على B ناقص A وهو معدل تغير بين النقطتين B و A أرغي ليش فينا بهذا الشكل هذا F لB ناقص F لأ ل B ناقص A هو 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 المعامل الموجه دياله المستقيم لكي دوز من النقطتين من A F لأ و B F لB المعامل الموجه دياله هو F لB ناقص F لأ B ناقص A عامل الموجه ماذا تقول لنا موبر هنتزيات المنتهية تقول لنا إلا كانوا ناقص الشروط يوجد C بحيط F' C كي سوى هذا المعامل الموجه ماذا هو F' C F' C هو العدد المشتق في النقطة C بالنسبة لنا العدد المشتق في النقطة هندسيا هو المعامل الموجه للمماس في تلك النقطة يعني إلا بغيت من هاد الرسم لقاء العدد السفنجا سهلا غادي نجي وغادي رسم واحد المماس ديال هاد الدالة بحيط يكون موازي لهاد المستقيم المستقيم كيف بلنا مثلا أن إلا أخذنا شي حاجة بحلقة إذن تقريبا هو هذا النقطة اللي فيها المماس لسف هذا بالحمر هو سف وهنا المماس بحيط المعامل الموجه ديال هاد المماس هو F' في النقطة C والنقطة C هي هاد نقطة في عندنا المماس إذن لاشنو كتقول لنا برانة التزايدات المنتجية كتقول لنا أنه إلا عندنا دال وكتمشي من نقطة A حتى A F A B F B إلا رسمنا المستقيم لديزمن هاد نقطة F A F A B F B رغض اللقاء مماس لس F بحيط يوازي هاد المستقيم دا كنا قدر نكسب هندسيا هندسيا مبارهنة التزايدات المنتهية تؤكد وجود مماس لمنح لمنح سأف بحيط يكون موازيا للمستقيم المار من نقطتين نقطتين بحيط ممس بالضبط ممس ممس بحيط تزايد قطعا مثلا إلا كانت تزايد أو تناقص سألقى عدد ممس موازية مثلا أضحنا مثال آخر بشيبان بشيبان أنه ليس وحيدا إلا رسمنا مثلا دل تزايد تناقص يوم من تزايد نقطتين A وB إلا رسمنا المستقيم لكامير من A وB سألقى عدة ممس بحيط بالضرورة ممس واحد ممس سألقى واحد ممس هنا ثلاث نقطة هذا غد يعطينا C واحد ثم غد يلقى واحد الممس خور نعم غد يعطينا نقطة خور سي جوج ونقدر نلقى أيضا واحد الثلاث نعم بحيط الممس ثلاث متوازية فيما بينها وموازية لمستقيم لكي يدوز من A F A ومن B F B بحيط إذن عندنا عدة حلول لنا ديال اللي كتحقق المعادلة ديال وبرهانة التزايدات المنتهية دوك شفنا دبا التأويل الهندسين قدرون شوفوا فقط عن واحد المثال ديال الطبيق ديال هاد المبارهنة التزايدات المنتهية بيين أن أنا غدين بين واحد للميت بين أن للميت ديال سينيوس X على X عندما يقول X إلى صفر يساوي 1 نهاية التزايد اللي دج عشفنا ديال سينيوس أنا غدين نحاول نبين هذا بواحد طريقة مختلفة كنا بينها باستعمال التقطير ديال سينيوس X و تيور M دي جون ضرم في الفيديو ديال النهايات طرق ديال نهايات غير اتيا ديال داب نقدرو نبين هاد النهايات باستعمال مبارهنة التزايدات المنتهية ألا غدين حدد ثلاثات الحوائش غدين حدد شنية الدلائف غدين حدد نحدد F' ثلاثات الحوائش غدين أخذ المجال AB علاش غدين خدم غدين أخذ هو المجال صفر و X بحيث غدين أخذ X ينتمي إلى R يعني مجال كيبدأ مصفر وكيبشي حتى الوحد العدد موجب غدين ناخد الدل F' X هي Sinus X وغادي تعطينا أن يوجد عدد C ينتمي إلى المجال صفر X مفتوح مفتوح ألا نبدأ وكي نطبق برناد تزيد المنتهية ونستعمل الشروط دي إذا نعتبر X ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لنهاية ونأخذ المجال المدروس هو المجال كي بدأ من صفر كي مش إحدى X والدل F هي F X تساوي سينوس X على المجال صفر X ونعطي الشروط لدى المبرهنة التزايدات المنتهية أرى الشروط سهلين لدينا الاتصال عن قابلة الاشتقاق نقدر نقول لدينا أولا الدل علش كانت تكلمويا الدلة ديال سينوس دلة سينوس دل اعتيا دية إذن نقدر نطبق عليها كنعرف أنها متصل على R كل هي كنعرف أنها قابلة الشغاء على R كل هي الآن نقول الدلة F متصل على المجال المغلق صفر X ألاش لأنها دل أتي دية متصل على R كل هي وبالخصوص على المجال إذن صفر X ديال قصور ديال قصور على المجال R ثانيا سنقول لماذا دل F قابلة للإشتقاق على المجال صفر X هذا صحيح دل F هي دل قابلة أتي دية قابلة للإشتقاق ها سنقول